السلام عليكم و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستمع اي احتفال لكي نتبسط فيه و نعمل فيه حاجات جميلة اليوم سنحتفل بالفالنتاين بطورتاية ريد فلفت بسيطة بسيطة جدا ان ترى انها ممكن تكون معقدة ولكن في الحقيقة ان تبعنا خطوات خطوة خطوة سنجد ان التزيين سهل جدا اسهل طورتاية ممكن تتزاين هي الريد فلفت و الكريار سنعملها احلى كمان من بتاعة الكافيهات والمطاعم ده كده شكلها من جوا كمان المأدير بتاعتنا بسيطة و سهلة جدا سقطع لكم كده اهواء عشان نشوف ازاي هي هشة و طرية جدا هي عموما كيكة الريد فلفت بتتميز دايما بانها تكون طرية و هشة قوي حتى لما نحشيها مش بتحتاج ابدا ان احنا نسقيها شربات او اي حاجة وده كده كمان شكل الكاف كيك اللي على طول بنجيبه من بره من محل مشهور جدا انا شخصيا بحبه قوي الكاف كيك الريد فلفت ده بالضبط زيه واحلى منه كمان و نفس الشكل تمام تعالوا بقى مع بعض نشوف المأدير والطريقة اول حاجة معي في المأدير ايه دول كوبايتين و نص دقيق يكونوا منخلين مهم جدا يكونوا منخلين معي كوباية الا ربع زبدة تكون سيلة ما تكونش زبدة بس تكون زبدة مع زيت عشان ما نبقاش برضو تكليف عالية و كمان الزيت بيطري الكيك كوباية و نص سكر و كوباية لبن رايب او لبن عادي لا يوجد مشكلة فقط يتميز الريد فلفت باللبن الريب يجعلها طريقة اكثر وبطين و معلقة كبيرة كاكايا و ممسوحة و معلقة كبيرة بيكين باودر و معلقة صغيرة من بيكينج سودة رشة بسيطة من بيكينج سودة معلقة كبيرة خلف و رشة ملح بسيطة و لون احمر و فانيليا سوف نقوم بعمل الزبدة مع السكر و لا يحتاج مضرب كهرباء هي كفية مضرب يدوي و لكن نقلب جيدا حتى الزبدة تختلط مع السكر ثم نقوم بعمل و ثم نقوم بعمل اللبن الريب و كما ترى نقوم بعمل اللون الاحمر و نقوم بعمل و ترى أن هناك شيء مرملة وهو من اللبن الريب وهو اللبن الريب سوف نقوم بعمل الريد و رشة الملح مهمة جدا و كمان الكاكاو لا يجب أن ننخله جيدا لكي تكتولات تكون منخولة جيدا تمام الكاكاو فائدة نستخدم الكاكاو لو نريد لون الكاكا تكون فتحة لونها الاحمر الروز الفاتح الكاكاو يطعم الكاكاو و لكن يغمى الكاكاو نقوم بعمل كل المواد الجفة مع الكاكاو نقوم بعمل الخل معلقة كبيرة ممسوحة لا أكثر من هذا نقوم بعمل كل هذا مع بعضه نقوم بعمل وأجل ذلك نضرب المعنى و نقوم بعمل كل ما و نضربه بحاجة مهمة جدا و لن أجل نبدأ في النظام حتى النظام محادث فى أشب الأَشب و فى هذه القوامة مع طبق زيت في تشب الأَشب مع طبق كيف أجل ال量 سأضع جزء من الكيك وضع كبك كيك لكي يكون فوق الكيك كما رأيتنا في الفيديو سأدخلها على الفرن السخن جدا لمدة 40 دقيقة في الوقت سنجهز الكريمة التي ستتعاملها كيف؟ مثل الضبط التافيهات وأحلى بكثير أول شيء، علبتين من الكريمة اللي هو دومتي دومتي كريمي دي سراحل جدا 21 جنيه فممكن أن نقل المأدير، أنا أعمل مأدير كبيرة قليلا فممكن أن نقللها ومعي أيضا كوباية من الكريمة الخفق وكسين من الكريم جونتي وكوباية ونصف من السكر البودر مهم جدا يكون سكر بودر لكي لا يكون تكتلات في السوس نفسه في السوس يتعامل للزبدة والسكر مثل كريمة الزبدة، بصراح لا تبقى لايئة ولا حلوة أبدا مع الريد فلفت، هذا السوس يمكن أن يستخدم للسينابون فممكن أن نقوم بعمل الكمية اللي قلنا عليها ونستخدم قليلا ونشيل قليلا مثلا نقوم بعمل السينابون أو كده ونضعه فيه ويبقى هايب طعامه بجد حلو جدا مش قادرة أقول لكم حلوة دقيمة كمان ممكن بدل الكريمة الخفق ممكن تبقى مكلفة شوية فنستبدلها بلبن سائع عادي المهم يكون سائع إما كريمة خفق سائع أو لبن سائع يكون كوباية وهي أصلا كده 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 الكريم جونتي بتاعنا ده معمول من الكريمة اللباني فتمام يعني هايبدينا الطعام اللي احنا عايزينه أنا لوقتي عملت ايه دربت الجبنة الكريمي مع السكر فكتهم كده مع بعض لحد ما بقى سائل خالص تمام ممكن كمان الجبنة المربعات ممكن كمان ايه ممكن نستبدلها بجبنة الباشكري المهم يعني نوع جبنة المهم يكون نوع جبنة وخلاص هنضع الكريم جونتي الكسين ونضع عليهم كريمة الخفق او طبعا اللبن ممكن كمان كده الكاية بسيطة نضع معلقة كبيرة من القشطة بتاع وش اللبن اللي احنا دائما منشلها نضعها لو هنضع لبن يعني هنستعمل لبن نضع معلقة كده كبيرة من القشطة بتبقى حلوة جدا خلاص انا دلوقتي عملت ايه حطيت الكريمة اللي احنا عملناها دي في التلاجة حد ما تجمت شوية طلعت الكيكة بتاعيتنا بصلونها التحفة يا جماعة حلوة جدا طلعتها من الفرن خلط حوالي كده اربعين ديئة طبعا على حسب فرنك ولو انتو مسخنين فرن قوي مش هتاخد وقت لو لسه مسخنين وسنقبلها بحاجة بسيطة لأ هتاخد وقت بعدما طلعت الكيكة من الفرن سبتها تهدى شوية بعد كده قلبتها في اي حاجة بس تهدى ادخلها التلاجة عشان اقدر ان انا اقطعها طبقات ممكن طبعا نقطعها طبقات ثلاثة على حسب ما انا عايزين طبعا انا دلوقتي ادخلها التلاجة ولما تطلع هنشوف هتبقى اعملها ازاي بصوا لما طلعت بقى عملت اقدرت ان انا اقطعها ثلاث طبقات برغم انها ممكن تقطع طبقات هتبقى اسمك شوية هعمل اي دلوقتي بصوا الكيكة دي مش محتاجة ابدا ان انا اسقيها خالص هي طرية وهشة جدا هجب بقى الكريمة بتاعتنا واحشيها بها عادي ولكن انا اقول لكم على حاجة الكيكة بتاعت فيها ابا كده مفيش اي مشكلة كده كده انها سويها فانا سويتها دلوقتي وشلت الابا دي وعملتها كده فرفتها ده هستخدمه في التازين ونشوف ازاي زي ما شفنا كده اول الفيديو انه في شوية كيك كده متفرفت هو ده من الابا اللي طلعت ممكن كمان انه لو احنا مش متأكدين ان الابا دي ستطلع او ان احنا مش عايزين اصلا ناخد حاجة من الكيك ممكن نعمل جزء بسيط كده كده كب كيك زي ما عملت كده ده ممكن كنا نستخدمه في التازين اللي هو الفرفتة دي ممكن كمان انا كنت عاملة بديل يعني انه هو لو انا كيكتي طلعت مستوية وخلاص انا مش عايش لمنها حاجة فها فرفت من الكب كيك بس استخدمت الكب كيك زي ما هو كده في التازين زي ما شفنا برده اول الفيديو طيب انا هعمل ايد دلوقتي هاجيب الجزء اللي هو مقطوع ده كده تحت يعني الاول احطه في القعدة تمام اقلبه كده تحت وعالين احط عليه الكريمة زي ما شفنا كده دلوقتي اهو والكريمة جمدة ومسكة نفسها كويس جدا وكمان ههوصلها للاخر يعني هوصل الكريمة للحروف اهو باي حاجة بمعلقة بسباتيولا باي حاجة بسوء اهي وصلة للحروف عشان انا محتاجة انها توصل للحرف كده برضو هينفعني في التازين بعد كده تمام هحط بقا دلوقتي الطبقة دي كده فوق الكيكة تمام وبعدين برضو احط عليها كريمة زي ما شفنا كده مش بحتاجة يا جماعة انها تتسقي ولا اي حاجة نحط عليها بقا كمية كده من الكريمة وبعدين برضو نحط فقيها اخر طبقة اللي هي كتت في قاعدة الحلة اللي هي دي بتبقى شكلها منصف اكتر تمام هعمل ايه هبتدي برضو ان انا احط كريمة فوق الطبقة دي والتازين بقا برحتكو يعني اللي انتو عايزينو اللي انتو حابينو بتعملوه تمام اه وهعمل ايه هحط كمية كده من الكريمة اه حوالين داير الكيكة خلاص وهسحبها بمعلقة هسحبها باي حاجة بس كمية بسيطة جدا في الجنب عشان انا عايزة باين لونها عايزة باين لونها من الجنب اهو زي ما شايفين كده خلاص داير طريق التازين يعني برحتكو بقا زي ما انتو عايزين بتزين تمام اه هجيب بقا طبعا انا عندي كمية من الكريمة كمان اتبقت فهجيب كيس حلواني وهعمل على شكل كده من شكل وردات ولا شكل اي حاجة كيس حلواني وهفتحه بالمقص من غير تب ولا اي حاجة تمام وهعمله زي ما احنا شايفين كده اه ااته ا30 كاب كيك قاومت فيك اي حاجة كبك Chef lobQQ علي احشيها من الجوة انا عملت بصبوعي مش اكتر من جدا والا هو اللطفstein مثل كرا يمزتي بسكنا ولا اي حاجة مقاوم مدخى داقا بقيي Bin Buy So اقدام اضافة بقا بقيب كس حلواني او كيس عادي مش لازم كيس حلواني ادخل كده خلاص هي دخل كلام مجرد ضغطات باقك بس كده مجرد ضغطات بطلع لي الشكل التحف اللي انتو شايفينه دا كرا وضعت الكيك المتفرفت وضعت الكيك جنب الكيكة تضع شكل لديك بشكل جيد وشيك قد ايه ومنها فيها لا يحتاج أولا انها تزين صعب هذا شكل جيد وطعم الكيكة جيدة جدا يمكننا نقوم بعمل نفس المقادير ونفس الكيكة ويمكننا نقوم بعمل كيك بوبس ويتم بيع مضيحة اخرى ونقوم بعمل هذه المقادير ونقوم بعمل من داخل الافتر ويمكننا نقوم بعمل طبقتين وممكن نقوم بعمل طياتا ويمكننا نستبدأ الكيلي ايه كيلي ايه أو نباشكي ايه وندينا الطعام ومن شاء الله تجربوا من طريقك تعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيها ايه وبالهنى والشفى